بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أخي المشاهد أختي المشاهدة يتجدد بنا اللقاء في هذه السلسلة المباركة من نساء خالدات ومع امرأة خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه بآيات تتلى إلى يوم القيامة فلا تكاد تذكر قصة نبي الله موسى ومولده إلا وذكرت معالم هذه المرأة وأثرها وبصمتها في نجاة موسى وفي إرضاعه إنها أخت موسى عليه السلام تلك الفتاة البارة بأمها المؤمنة التي وقفت بجوار أمها حينما وضعت وليدها وكانت لأمها العين البصيرة وصاحبة البصر الثاقب التي لم تغفل عن أخيها لحظة واحدة حينما التقطه آل فرعون كانت أخت موسى كما يتضح من سيرتها فتاة ذكية مؤمنة مطيعة على قدر عال من الإيمان والذكاء بإيمانها رضي الله عنها استطاعت أن تثبت نفسها أمام حاشية فرعون ولم ينفضح أمرها بذكائها استطاعت أن ترشد الوليد إلى أمه مرة أخرى بأن أخبرتهم أي قوم فرعون بأنها على علم بمكان مرضعة لوليدهم يقول الله سبحانه وتعالى في صورة القصص مخبرا عن أم موسى التي فجعت بالتقاط آل فرعون لولدها قال سبحانه وقالت لأخته وانظروا إلى هذه الكلمات وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون فلما خافت أم موسى على الولد أو الرضيع خصت الأخت بتتبع مسيرته في اليم حتى وصل إلى قصر فرعون أليس لها أقارب من الرجال تدعوهم لهذا الأمر أين هم الجيران حتى يقوموا بهذه المهمة أين الصالحون من بني إسرائيل حتى يقوموا ويساعدوا أم موسى لكن أقول اختارت الأم الأخت وقدمتها على غيرها لأنها هي السند وهي الرحمة وهي الحب وهي الحنان وقالت لأخته قصيه مضت أخت موسى ينتابها الخوف من القتل ومن جبروت آل فرعون تسير خلف الرضيع لا يمكن لقلب على الأرض بعد الأم أن يقوم بهذا الدور الشجاع إلا قلب الأخت ولذلك اختارت أم موسى الأخت ظلت أخت موسى تتتبع أثر أخيها الساعات الطوال فالتزمت جانب الحكمة وجانب الذكاء وأخذت بالأسباب واستعانت بالله سبحانه وتعالى وتوكلت على الله على تحقيق مطلبها كما هو بشأن المتوكلين فلم تغفل لحظة عن الأمانة التي حملتها أمها إياها انطلقت تتتبع أثر أخيها الوليد لتعلم خبره عن بعد بحيث اتخذت لها جانبا من جوانب القصر بعيدا عن الشك وبعيدا عن التهمة بصرت به وعرفت أن امرأة فرعون جاءت له أي جاءت لموسى بمرضعات كثيرات ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه حرم الله سبحانه وتعالى المراضع على موسى قال سبحانه وحرمنا عليه المراضع حين علمت أخت موسى عن هذا الأمر تحركت هذه المحبة في قلبها من جديد وصدعت باقتراحها المحفوف بالمخاطر غامرت هنا بهذا الأمر قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون تدخلت تنصح لهم هذا النصح هل أدلكم على أهل بيت يحسنون كفالة هذا الطفل ويكرمون مثواه يقومون بشأنه خير قيام فقبلوا منها هذا الأمر وهذه النصيحة بعد أن استوثقوا من صدقها وتيقنوا أنها لا تعرف الوليد وليس لها به صلة أو علاقة وإلا كان الاتهام وارد عندهم دلتهم على أمه فأرسلوا إليها وهم لا يشعرون بأنها أمه وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى وتقديره قدموا لها هذا الوليد لترضعه أي إلى الأم فتناول صدرها ورضع منه بسهولة ويسر فرح هنا آل فرعون فرح شديدا وأوسطوا لها أي لأم موسى ولأخته العطاء عاش الوليد مع أمه في أمن وفي رخاء ترعاه بحنانها أي بحنان الأم وعاش مع أخته ترعاه ببصرها وذكائها وحسن صنيعها هنا نرى دور الأم ودور الأخت في تربية هذا النش بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الأخت الحنونة التي أطاعت أمر أمها وحرصت على إرضاء ربها نجى الله سبحانه وتعالى هذا الرضيع موسى عليه السلام أخت موسى أخي المشاهد نموذج للإبنة البارة نموذج للإخت الحنون التي تساهم في سعادة أسرتها تبذل من أجل هذه الأسرة تبذل كل ما استطاعت من جهد ومن عطاء وعزيمة أقول سلام على أم موسى التي ربت هذه الفتاة وسلام على أخت موسى بإطاعتها لأمها وسلام على نبينا موسى عليه السلام قصة أخت موسى قصة حب مكررة قصة تضحية عظيمة أقول أخي المشاهد اخت المشاهدة في كل بيت مؤمن من بيوتنا هناك قلوب تحمل هذا الحب لنا في بيوتنا في بيوتنا أخواتنا الذي سطر القرآن ما يحملنه من الحب لنا ألم يقل سبحانه وتعالى في شأن أخت موسى وقالت لأخته لم يقل الله سبحانه وتعالى فلانة ولم يدعو هذا الأمر إلى أو يوكل إلى غيرها وإنما كانت القضية قضية الأخت لأن المعنى في الأخوة الكامن هنا الأخوة التي تبعث على الرحمة وتبعث على العطاء وتبعث إلى الصلة والإحسان والقرباء الأخت أخي المشاهد هذا الاسم الجميل الذي يحرك مشاعر المحبة في قلوب المؤمنين ويحرك هذه العاطفة الجياشة في أفئدة الصالحين الأخت شريكة الرحم وشريكة الصلب وشريكة المهاد وشريكة البدايات الأولى والبراءات الصغيرة أين أخت موسى وجيل جديد من الشباب ينظر إلى أخواته كأنهن غريبات كأنهن عاملات يأمرهن وينهاهن بل ويصل الأمر إلى شتمهن وربما بلغ به الظلم أن يمد يده عليهن في بيوت للأسف لا تقدر قيمة الأخت ولا تقدر منزلة الأخت ولا ترفع رأسا بحقوق الأخت ولنا أخي المشاهد أخت المشاهدة لنا في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة الذي وصفته عائشة رضي الله عنها فقالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة له قط ولا خادما ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام في الجانب الآخر الجانب المشرق هناك من الرجال من أدى حقوق أخته يتفقد أمرها كيف حالها يشعر بأنه سند لها بعد الله سبحانه وتعالى يشعر بأنه عون لها بعد أبيها يمد لها المال يعينها بكلماته يخفف من أحزانها يؤنسها إذا حزنت يفرح بها إذا قدمت يكرم زوجها من أجل أن يكرم إخته يتواضع لزوجها من أجل أن يتواضع لها يطيعها ويعطيها حقها قبل أن تسأله يعلم أن أخته ضعيفة تحتاج إلى سند سند كأبيها وتحتاج إلى عطف كعطف أمها فيبادر إليه نرى ذلك جليا في الشاب بالشهم الذي يعامل إخته الكبيرة كأنها أمه فهو يرى فيها مشهد الأم الحبيبة فيكريمها ويزورها ويتذكر وجه أمها فيها أو أمه فيها يحسن إلى أمه وأبيه بالإحسان إليها ينظر إلى أخته الصغيرة إنها ابنته فيرحمها ويحسن الصنيع إليها ويتلطف بها يسعى في خدمتها أقول هذه هي الأواصر هذه الأواصر العائلية وهذه هي الروابط الأسرية التي نحتاجها في مثل هذه الأيام ولعلنا نستقي من أخت موسى شيئا من ذلك أخي المشاهد أختي المشاهدة إن القيام بحق الأخوة والأخوات من النسب هي عبادة وليست عادة لا مجاملة فيها ولا لمطمع دنيوي بل هي دين ندين الله سبحانه وتعالى به لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك الإحسان إلى الأخ أو الأخت والتلطف في التعامل معهم لنا في النبي عليه الصلاة والسلام قدوة في قصته مع أخته من الرضاعة الشيماء بنت الحارث رضي الله عنها حين قدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد انقطاع طويل ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه أخته بسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها فقال لها إن أحببت الإقامة فعندي محببة مكرمة وإن أحببت المتاع أرجعناك إلى قومك قالت بل أرجع إلى قومي فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الموالي وأعطاها جارية وأنعاما كثيرة وشياه هذه الأخت هي العون وهي السند في الإرشاد والحفظ نرى ذلك جليا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا أو كيف كانت هذه الأخوة لها التأثير والبصمة الحسنة في حياة الأخوة نرى ذلك في حياة أسماء بنت أبي بكر في فريق العمل مع أخيها تسانده وتعينه وتقف معه لنصرة موكب الهجرة وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنهم نرى ذلك ولا ننسى كيف كانت فاطمة بنت الخطاب سببا في إسلام أخيها وهي الأخت العضد والسند في إسلام أخيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بصمودها وثباتها على مبادئها فرضت احترامها رضي الله عنها حين دعته إلى الإسلام فأسلم أقول أخي المشاهد أخت المشاهدة هذه بعض اللمسات من قصة هذه المرأة أخت موسى عليه السلام كيف كان لها الأثر العظيم في أداء دورها وخدمة أمها ورعاية أخيها وهكذا هكذا هي الأخت أسأله سبحانه وتعالى أن يعمنا بعفوه ومغفرته إنه ولي ذلك والقادر عليه إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر